مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله إليكم ملخص لحوال الجوية المتوقعة عودة الطقس المستقر يوم لأحد بإذن الله وأيضا هناك ارتفاع قليل على درجات الحرارة لكن يبقى الطقس يميل إلى البرود أثناء الليل مشاهدين فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شاهي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن الجي الرؤية الحديثة مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي تبين درجات الحرارة بنلاحظ أن اللون الأخضر يمثل درجات الحرارة الأكثر برودة واللون الأصفر درجات الحرارة الأعلى قليلا فبنلاحظ أن يوم الأحد بإذن الله ستتأثر المملكة بهذا اللون الأصفر الذي يمثل ارتفاع على درجات الحرارة لكن هذا الارتفاع سيكون قليل بإذن الله وبالتالي فإن الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة أجواب باردة نسبيا أيضا تظهر بعض السحب الصغرى المتوقعة 9 درجات مئوية أما الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة يوم الأحد ارتفاع على درجات الحرارة بتكون قريبة من معدلاتها أو أعلى بقليل أعلى بدرجة تقريبا العظمى المتوقعة 16 والصغرى بتكون بحدود 10 درجات مئوية يوم الاثنين أجواء غائمة جزئيا وأيضا العظمى بتكون بحدود 17 وأثناء الليل بتكون الأجواء غائمة مع فرصة لبعض الأمطار خاصة في مناطق مختلفة من المملكة والصغرى 9 درجات مئوية يوم الثلاثة أجواء غائمة جزئيا مع انخفاض على درجات الحرارة تصبح الأجواء باردة نسبيا أيضا مع فرصة لسقوط زخات راعدية من المطر الثلاثة العظمى 15 وأيضا ثلاثة ليلا بحدود 10 درجات مئوية أما الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى في المناطق المختلفة من المملكة المناطق الشمالية إربد 20-13 عجرون 18-12 جرش 19-11 المفرق 18 إلى 9 درجات مئوية والمنطقة الوسطى البلقاء 17-12 مأدبة 18-10 عمان 16 إلى 10 والبحر الميت 24 إلى 17 والزرقاء 18 إلى 9 درجات مئوية أما المناطق الجنوبية الكرك 19-10 الطفيلة 17-11 والشراش 16-9 العخبة 26 إلى 17 ومنطقة معان 20 إلى 11 درجات مئوية أما المنطقة الشرقية أجواء لطيفة في النهار لكنها تميلة البرود ليلا الأزرق 19-9 الصفاوي 19-9 والرويشد 20 إلى 10 درجات مئوية مشاهدين شكرا للمتابعة نترككم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شاهي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن LG الرؤية الحديثة مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري